موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المشاهدون الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذا محمد لا ما يحجيكم من قناة الوطنية وأقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في السياسة ضيف حلقة لينا هو الأستاذ الشيخ أحمد وللزحاف الوزير والسفير السعب أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بكم ورحمة الله مبروك على نجاح المرشح شكرا جزيلا طبعا نبدأ بما هي أبرز تحديات التي ينتظر وتنتظر المرشح طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم أود في البداية أن أشكركم على هذه الاستضافة وأشكر قناتكم المتعلقة على العمل الذي تقوم به في المجال إعلامي في البداية أعتقد بأن التحديات التي تواجه الرئيس المنتخب سيد محمد والشيخ محمد أحمد بالغازواني هي تحديات كبيرة جدا كبيرة جدا على اعتبار أولا طبيعة القوى السياسية التي ساندته وعلقت عليه الكثير من الأمال وأنتم تعرفون بأن هذه القوة تتكون من الأغلبية الرئاسية التي كانت موجودة بمختلف أحزابها السياسية تتكون كذلك من الفعاليات الشبابية والمهنية وفعاليات المجتمع المدني التي انتظمت في مبادرات ساندة المترشح وتتكون كذلك من قطاعات وتيارات عريضة من أحزاب معارضة ومن أحزاب معارضة كانت في المعارضة الراديكالية وكذلك من بعض المنظمات بعض الشخصيات الوطنية المعروفة التي لها وزنها وبالتالي هذه الوان الطيف التي ساندت الرئيس محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني يعني كلها تأمل تحقيق جوانب عديدة ولحسن الحظ جوانب عديدة من اهتماماتها ولحسن الحظ كان برنامجه الانتخابي يعني برنامج يطال كل الجوانب التي يمكن أن تشكل اهتمامات بالنسبة لكل ألوان الطيف السياسي وبالتالي أعتقد بأن التحديات الكبيرة هي تحدي ترجمت هذا البرنامج وتنفيذه حتى تجد كل مكونة من هذه المكونات يعني ذاتها في هذا البرنامج وبالتالي تحقق من خلاله الأمار التي علقت على الرئيس محمد لكن هناك من يقولوا أن الكلام سهل سواء كان منطوق أو مكتوب ولكن الفعل صعب وبعض المتابعين أو المراقبين يصفون أن هذه القوة التي ذكرتها قد تكون هي التحدي الذي على الرئيس المنتخب أن يواجهه أو يتخلص من عبه أو تأثيره لأنه كان موجود قبله والأمار ظلت يعني لم يتحلح على شيء تقريبا كما يقولوا منتقدوا الرئيس المنتهي مؤمولته أنتم ما رأيكم في هذا الطرف أعتقد بأن التأثيرات غير متجانسة معناها التأثيرات متعددة والاهتمامات متعددة لكن الذي يمكن أن يجمع عليه الموريتانيون هو الفائدة المتوخات من الرئيس المنتخب في تحقيق أشياء معينة ملموسة كل هذه الأشياء تم التعويل عليها في البرنامج وبالتالي رئيس لا يتابع أو لا يهتم بالنزوات هذا بالإضافة إلى أن القوى التي سندته يعني هي قوى سياسية جد لها اهتماماتها وكل الاهتمامات التي تنصب على الوطن تنصب على المصلحة العامة تنصب على ما يهم المواطنين والذي تعبر عنه مختلف هذه القوى يعني الرئيس المنتخب يحاسب على أساس تحقيق لهذه الآمار ووصول لهذه الأهداف التي تشكل اهتمامات حقيقية بالنسبة للمواطنين وضع طب لكن يعني إذا طلبت منك أن تقوم بترتيب يعني هذه الأولويات بالنسبة للرئيس اليمولي ما هي الملفات الأكثر الحاحن وعلى الرئيس فوراً أن يواجه أنا أعتقد بأن على الرئيس أن يواجه على ما أعتقد مجموعة من الملفات لكن تتصدر هذه الملفات الاعتقادي ملفين رئيسيين الملف الأول هو يعني تعهد أو التزام التزم به في البرنامج الانتخابي وهو أن يحدها حياة سياسية هادئة عن طريق الحوار وعن طريق تعزيز الديمقراطية داخل البلاد وفي هذا المجال تعهد الرئيس المنتخب محمد الشيخ محمد رحمد القزواني بأولاً جعل من التشاور سنة معينة بين كل الفاعلين السياسية وذلك من خلال استحداث إطار للتشاور ما بين كل الفاعلين السياسية كذلك تعهد بأن يستقبل زعيم المعارضة بشكل دوري وتعهد بأن يتشاور مع رؤساء الحزاب السياسية الممثلة في البرلمان حول القضايا الاستراتيجية التي تهم الأمة وأن يفعل المؤسسات التي لها دور سياسي وضع مثل البرلمان ومثل وضع سيد وزير لكن لا تعتقد أن هذا الكلام قد يكون فيه كثير من النصحة تعبر الهروب للأمام شعب الموليتاني ثلاثة أرباع وترزحت تخط الفقر التعليم يعني يكاد يكون متلاشي الصحة في وضعية يرضى لها وأنتم تتكلمون عن طبقة سياسية والتعامل معها أنا تحدثت عن أولويتين أولوية الأولى هي هذه التي تحدثت عنها لأن أنتم تعرفون بأن السياسة هي مفتاح كل شيء معناه طالما أن الفاعلين السياسيين لا يتفقون لا يتفقون على المقاربات التي ينبغي تطبيقها سواء على المستوى الاقتصادي سواء على المستوى الاجتماعي فسيظل سيظل العمل الحكومي في وادي وتظل وتظل السياسة في وادي الأخرى الأولوية الأخرى التي كنت أريد أن أتحدث عنها هي بالضبط المحور الاجتماعي بصفة عامة هذا المحور الذي يشمل التعليم يشمل الصحة يشمل يعني ظروف الفئات المغبونة والمفهوم للرئيس محمد الشيخ محمد أحمد الخزواني إذن كل هذه الأمور التي تهم المواطن والتي تثقل كاهل المواطن يعني تشكل هي الأولوية الثانية بالنسبة إليه وهناك علاقة جدلية بطبيعة الحال ما بين يعني الشروع في يعني إجراءات وإصلاحات في هذه المجالات من جهة والوفاق السياسي من جهة أخرى معناه أن الشروع في مدل الإصلاحات تتعلق بمختلف هذه المجالات يستدعي وفاقا سياسيا يستدعي نوعا من الهدوء في الساحة السياسية وبالتالي أن يدرك الفاعلون بأن الغاية من السياسة هي حل حل المشاكل التي يعني يعاني منها المواطنون وهي أداة لحل هذه المشاكل أعتقد بأن كل الفاعلين عندما يشرعوا في مثل هكذا إصلاحات سيفهمون جيدا يعني ضرورة سيفهمون أولا جدية التعامل مع هذه القضايا ذانيا سيشكلون سندا للحلول والإجراءات والإصلاحات التي ستطال كل هذه كل هذه المجالات بطبيعة الحال على أن لا يكون ذلك على حساب الرأي والرأي الآخر على أن يكون ذلك على حساب أغلبية تحكم وتقرر ومعارضة تنتقد وتقترح وتضع الأصابع على مواطن الإختلالات التي يمكن أن تكون موجودة وضع طب هناك مثلا من يقول بأن موليتاني بعد الانتخابات الأخيرة يعني أفرزت خريطة سياسية تقريبا شديدة من ناحية الأشخاص ومن ناحية حتى التنظيمات السياسية هذا الوضع من الذي قد يترتب عليه بالنسبة للحكومة القادمة أنا أعتقد بأن الانتخابات بأن الحدث الكبير الذي بشناه وعرفناه في الفترة الأخيرة وهو الانتخابات يمكننا أن نقيمه انطلاقا من معيارين رئيسيين المعيار الأول هو نجاح العملية الانتخابية أنا أعتقد بأن العملية الانتخابية كانت عملية ناجحة على اعتبار بأنه حصلت جرت حملة هادئة أبر فيها كل المترشحين عن آرائهم عن برامجهم عن إراداتهم عن مواقفهم من مختلف القضايا وكانت نتائجها فعلا نتائج يعني نتائج يعني نتائج مقبولة بالنسبة للجهات المسؤولة عن تسكية هذه النتائج وبالنسبة للمراقبين الذين أتوا ليراقبوا هذه العملية هذا جانب نجاحات في هذه الانتخابات جانب ربما الإخفاق هو أن هو أن هو هو أنه أذناء الانتخاب حصلت استفافات ذات طابع عرقي وذات طابع شرائحي هذا من جهة ومن جهة أخرى ما هي أسباب هذا ما هي أسباب هذا الاستفاف الشرائحي سأجيب عن المسؤولة ترتبت عن 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 الانتخابات بعض التوترات أو بعض الاضطرابات التي تلت الانتخابات مباشرة وعلى أي حال أنا أعتقد بأن هذه الاضطرابات بطبيعة الحال هي طرابات طبيعية لما ذلك أنه من الصعوبة بمكان إذا دخل الإنسان أو مجموعة من ناس دخلت في منافسة وبالتالي خسرت هذه المنافسة في بلد مثل بلادنا لم تتأصل فيه بعد الثقافة الديمقراطية ولم تأصل فيه بعد قبول بالنتائج هذا شيء طبيعي لكن الشيء الجديد في الحقيقة هي هذه الاصطفافات وهذه الاصطفافات على ما أعتقد لها سببين رئيسي السبب الأول هو ظروف وجود بعض الفئات أو بعض المكونات داخل المجتمع هذا من جهة من جهة نخرى ظروف وجود بعض المكونات داخل سبب فسّر ظروف وجود بعض المكونات بمعنى أن هذا المجتمع له تاريخ وهناك فئات من المجتمع يعني هي الفئات التي تحدث عنها الرئيس محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني هي الفئات المغبونة وهذه الفئات يعني غبنها يتأسس أو يبرر من نواحي عديدة فيه ما هو تاريخي فيه يعني عدم قدرة الأحكام المتتالية في موريتانيا على مسك وفهم يعني الرئيانات التي يطرحها تهميش أو إقصاء فئات معينة ومن أسبابها كذلك أن كل المحاولات أو كل الإجراءات التي قيمة بها في هذا المجال لم تعطي بعد أو لم تجد من الوقت ما يجعلها تعطي نتائج ملموسة ونتائج ناجعة لمعالجة المشاكل وهذه المشاكل في طبيعة الحال بفعل التحولات الاجتماعية هي مشاكل متجددة هي مشاكل كما أسلفتم تتعلق بالتعليم هي مشاكل تتعلق بالصحة هي مشاكل تتعلق بالتكوين هي مشاكل تتعلق بالتشغيل وبالتالي أصبحت مجموعة هذه الفئات التي ليست بالضرورة لحراطين لوحدهم وإنما هذه الظروف هي ظروف لفئات يعني عريضة من أبناء شعبنا ربما لحراطين عرفوا من الغابنير عرفوا من التهميش ما لم تعرفه الفئات الأخرى لكن اليوم يمكننا أن نقول بأن هناك مشتركات حقيقية في هذا المجال بين كل أبناء شعبنا بغض النظري عن أعراقهم وبالتالي هذا الواقع الذي تفرزه المراكز الحضرية يعني هذا الواقع هو الواقع وواقع الذي جعل البعض يستغله ويستغله من الناحية السياسية وتمكن من خلاله من يعني جعل بعض المواطنين أو جعل جئات بعينها تصطف وراء خطاب معين ووراء تصويت معين ما هي الرسالة التي قد تفهم من هذا الاصطفاف الشرحي على السلطة التنفيذية الجديدة أن تفهمها وأن تعالجها طريقة تختلف عن المعالجات السابقة لأن يبدو أن المعالجات السابقة ومثم كنتم جزء منها يعني لم تجدي نفعا أو كانت نفخ في قرب مذقوبة كما يقال أعتقد بأن الرسالة التي توجه من خلال هذا الاصطفاف هي أولا تبني ذهم سليم وصحيح لهذه الرسالة معناها لهذا الواقع الذي أفرز أو أفضل إلى هذا الاستفاف هذا من الجهة وعلى ذكر هذا أود أن أقول بأن البرنامج الرئيس المنتخب محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني يعني هو أول وثيقة تقدم فهما صحيحا وسليما لهذه القضية بمعنى أن الفهم الذي تبناه والواضح من خلال برنامجه هو أن هذه القضايا قضايا من حيث الأساس اقتصادية واجتماعية سواء تعلق الأمر بمكونة الأحراط أو تعلق الأمر بالمكونات الأخرى وبالتالي كرس جزءا كبيرا في المحور الاجتماعي من برنامجه لمعالجة هذه القضايا الاجتماعية والاقتصادية هذا كلام ذكرته لكن سيد الوزير ما هو سبب في أن اللي ينمو ويتطور الوحيد في موريتاني ويزداد يوما بعد يوما هو الإقصاء والتهميش والفقر والجهل ما معنى هذه المعادلة؟ يعني الشيء الوحيد الذي ينمو يوما بعد يوما وينتشر في الشراعح وينتشر في الألوان وينتشر في الفضاء هو هذه الأمور الفقر والإقصاء والتهميش ما هي أسباب هذا؟ لماذا لا يتطور؟ يا ثانيا أسباب هذا لهذه الظاهرة لهذه السببين الرئيسية السبب الأول هو السبب الديناميكية الاجتماعية معناه أن المجتمع أولا أن البنيات التقليدية التي كانت تحتضن كل الفئات وكل مكونات المجتمع هذه البنيات تفككت وتفككت منذ أمد ما هي هذه البنيات؟ هذه البنيات هي البنيات التقليدية القائمة 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 الأنشطة فيها الاقتصادية على النشاط الزراعي والنشاط الرعوي هذه البنيات هي البنيات التي جعلت اليوم كل أبناء الشراح الاجتماعية أو كل أبناء الطبقات التي سواء كانت سواء الطبقات التي كانت هي الطبقات الأمامي أو الطبقات التي كانت دون ذلك جعلتها اليوم في نفس الغروف وجعلتها تحت ضغط نفس الاحتياجات من حيث التكوين من حيث تمدرس الأبناء من حيث الصحة من حيث التعليم من حيث التشغيل إلى آخره وبالتالي هذه الاحتياجات هي التي جعلت وعدم القدرة على استعابها أو عدم القدرة على معالجتها أو غياب الإمكانات اللازمة لمعالجتها يعني هي التي أدت إلى هذه الظواهر التي تتمثل في الإقصاء تتمثل في التنميش إلى آخره هذا مع العلم وضع هذه البنيات أسباب تفكوك لماذا تفككت؟ لماذا تفككت؟ تفككت أولا بفعل عوامل طبيعية اللي هي؟ اللي هي الجفاف والتصحر اللي هي الجفاف والتصحر أولا عوامل تعرية أولا تفككت بفعل الجفاف بفعل الجفاف لأنكم تعرفون بأن البنية التقليدية المجتمع التي كان النشاط الاقتصادي فيها من حيث الأساس هو نشاط زراعي ورعاوي أن هذا النشاط يعني كان مرتبطا بظروف الجيومناخية كان مرتبطا بالأمطار كان مرتبطا ببيئة معينة تمتاز بنوع من الخصوبة مع الجفاف ومع التصحر بالتالي تفككت هذه البنية وحصلت لاهرة أخرى مرافقة لها هي ظاهرة النزوح من الأرياف التي كانت هي الحاضنة للبنية التقليدية وإلى المدن وبالتالي شاهدنا وعشنا واقعا جديدا في المدن يختلف عن الواقع الذي كانت تعيش عليه الناس واضح واضح لكن هناك مثلا من يقول أن الأسباب الطبيعية هي آخر ما يجب أن يذكر في هذا المجال هناك أسباب تم افتعالها منها مثلا الاستيلاء على أراضي الطبقات التي أنت ذكرتها من طرف رجال الأعمال وإبعادهم عن زراعة أراضيهم وبدل ما كانوا ملاك وأصحاب مصالح أصبحوا أجراء بأجر بسيط ما ينبغي؟ يعني معسومة بالاستصلاح العقاري كان كالذة كما يقول ينبغي 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 أن نتعامل مع مثل هكذا يعني هكذا تصريحات وهكذا بنوع من الحذر بنوع من الحذر لماذا؟ لأن هو في هذه البلاد قل ما نجد مجالا إلا ويقع تسييسه ونعتقد بأن ذمة تسييس كبير لكل لكل المظلوميات التاريخية ولكل المظلوميات بصفة عامة وعلى هذا الأساس أنا أعتقد بأن بأنه بأنه من جهة الجانب العقاري أو الملكية العقارية ذمة إصلاح عقاري هذا الإصلاح العقاري يعطي ملكية الأرض بالأساس للدولة معناه كل الأراضي التي لا يملك لا تملكها أسر ولا يملكها أفراد ولا يستغلونها هي ملك بطبيعة الحال للدولة لكن السؤال المطروح إلى أي حد منذ يعني الإصلاح العقاري حتى الآن تم تطبيق يعني هذا هذا الإصلاح أعتقد بأن ذمة يعني فجوة ما بين النصوص أو ما بين على وجه الخصوص هذا النص وتطبيقاته هذا من جهة من جهة أخرى إذا تعلق الأمر خصيصا بالأراضي في الضفة أنا أعتقد بأن وهذا يعني معروف بأن بأن الجزء المستغل من هذه الأراضي يعني هو هو الجزء الأصغر هو الجزء ضئيل جدا مقارنة مع الإمكانات التي توفرها يعني الضفة من الأراضي الصالحة للزراعة والقابلة للاستغلال هذا من جهة من جهة أخرى نحن نتحدث كثيرا عن الوحدة الوطنية لكن عندما نتحدث عن الوحدة الوطنية نتحدث عن وحدة المكونات العرقية نتحدث عن الوحدة الوطنية كيف يمكن أن تتضرر أو لا تتضرر من جراء نظامنا التعليمي لكن لا نتحدث عن الوحدة الوطنية من من الناحية الاقتصادية أنا أعتقد بأنه ليس أبدا من المنصف أن يقول شخص مهما كان بأنه لا ينبغي لمستثمر أجنبي حتى أو مستثمر وطني من أي جهة من جهة الوطن أن يستغل الأراضي الصالحة للزراعة في الضفة إذا لم تكن هذه الأراضي ملكا لأسرة معينة أو لشخص معين يستغلها فعلا مثلما أنه لا ينبغي أن يقول شخص في نواذب مثلا أو في زويرات أن أبناء الضفة لا ينبغي أن يستغلوا الثروات السمكية ولا ينبغي أن يستغلوا الثروات المعدنية إذن هذا جانب أساسي من وحدتنا الوطن يشكل الوطن يشكل الوطن يشكل وحدت سيد مزير لكن الصورة ليست بهذا كما وصفتها لا المشكلة هنا انتزاع الملكية من أصحابها اللي كانوا موجودين وكانوا يستغلون الأرض بوسائلهم البسيطة وتحويل هذه الملكية إلى رجال أعمال فقط تستغلوها من أجل حصول على قروض زراعية ولم يستفيد لا اللي كان موجود ويزرع ولا اللي كان ينتظر غلة وإنتاج جديد من طرف المستدمر كما وصفتوا أخي محمد أين هؤلاء مزارعهم أين هؤلاء 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 الناس يعني قرض الزراعي أفلس كاريخوا معروف ومن أفلسوا له إذا كانوا قد وجدوا إذا كانوا موجودين فعلا هل قبلوا بهذا الظلم كما تصفوا هل قبلوا بهذا الظلم كما تصفوا إذا لم يكونوا قد قبلوا بهذا الظلم لا بد أن يعبروا عن أنفسهم لا بد أن يذوروا ولهم الحق في أن يذوروا إذا كان الأمر كما وصفته في الحق إذن أنا أعتقد أن هناك أن هناك عفون أي تعبير يعني أكثر وضوح من ظاهرة بيرام ولده اللي بي وما حصل عليه والخطاب اللي يحمل والتفاف الناس حوله يعني أنتم خطركم بالمداق إلى ما فهمت أنا لا أود أن أتكلم عن الأشخاص لا كظاهرة لا أريد أن أتكلم عن الأشخاص لحراطين على وجه الخصوص من تمذيل في الإدارة وفي أجهزة الدولة وفي الحياة السياسية والاجتماعية بصفة عامة ولها الحق في هذا بطبيعة الحق لكن فيما يخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي لهذه القضية أنا أعتقد بأن هذه القضية بالأساس قضية اقتصادية واجتماعية وأن كل المعالجات التي تمت لهذه القضية مع الأسف الشديد كانت مجانبة معناها لم تضع في الاعتبار هذا البعد وكما أسلفت الرئيس المنتخب محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني أولاً تبنى فهماً معيناً لهذه القضية لأول مرة وهذا الفهم فهم قائم على أن القضية بالأساس قضية اقتصادية واجتماعية ذانياً كل الإجراءات والإصلاحات التي تعهد بها إذا ما طبقت فإنها في نهاية المطاف ومع الترم ومع معنا الوقت ستنهي ستستأصل يعني هذه الفوارق وهذه البرامج تتمثل يعني هي برنامج التكاظر هي برنامج أمل المفعل هي برنامج الشيلة هذا البرنامج الذي يتكون من هو برنامج مندمج فيه بعد اقتصادي يتعلق بالأنشطة المدرة للدقل فيه بعد يتعلق بالتعليم فيه بعد يتعلق بالصحة فيه بعد يتعلق بالتشغيل فيه بعد يتعلق بالمكنة الزراعية. وكذلك برنامج داري الذي هو برنامج خاص بالسكن الاجتماعي في المراكز الحضارية في المدن. ناهيك عن كل الإجراءات الأخرى المصاحبة سواء كانت في المجال الاقتصادي أو في المجال الاجتماعي والتي من شأنها انتضع هذه الفئات على هذه الفئات المغبونة على مستوى الفئات الأخرى. واضح. طب. أطلبناك الآن كيف تصف التركة التي تم توريذها للرئيس المنتخب محمد والغزواني وهل سيكون كما يقول بعض أنصاره استمرارا للأهد وكيف تصف أنت للأهد هل هو كانت عشرية كما يقول البعض يعني عشرية إنجازات وعشرية كذا وتصف بشتى الأوصاف أما أنها كانت كارثة وعشرية بؤس وفساد وكذا يعني أنا أعتقد بأن أولا ترك هل ترك تقيلة أم أنها أن الرئيس أن الرئيس المنتخب محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني قال كلمة الفصل في هذا الموضوع وكلمة الفصل عنده هو أنه قدر وقوم أيما تقوين كل منذ الاستقلال حتى الآن كل من أضاف لبنة في بناء صرح موريتانيا وبالتالي أنه يأخذ على ذاته يعني تذمين ما قيم به في هذا المجال ويرى بأن دوره يتمثل في الاستمرار بالمسيرة إلى الأمام لأن همة مشاكل كثيرة لم تحل ولم يوجد لها لم توجد لها حلول وفي هذا الإطار يعني هذا العهد الذي تحدثت عنه يدخل في هذا في هذا الإطار وأعتقد بأن بأنه ليس ليس ذمة شخص استمرار لشخص وإذا منطلقنا من أن العملية هي عملية بناء متواصل تتم في سياقات زمنية مختلفة وفي سياقات زمنية لها إكرهات خاصة ولها متطلبات خاصة وتحت ضغوط واحتياجات خاصة أعتقد بأن الرئيس المنتخب يعيش جيدا هذا وبالتالي سيستمر في إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة للمجتمع الموريتاني وللدولة الموريتانية من خلال الإصلاحات ومن خلال الإجراءات التي تعهد بها في برنامج وضع أنت كنت حضرتك تسافير في جنف وجنف يعني مركز يعني حقوق كبير للمؤتمرات أوضاع حقوق الإنسان وهذا يعني ما هو السر في يعني على صوت من يحملون يعني رسالة حقوق الإنسان في الموريتاني بالطريقة التي يعرضوها بها مقابل إخفاق الدولة أو حتى فشلها في مواجهة ما تقول أنه تنفيه عنه غير صحيح مثل العبودية هل هي موجودة هل هي غير موجودة أثارها كيف يتم القضاء عليها المجتمع وتعامل معها شو بالنسبة لهذا الموضوع تجربتي الخاصة تعلمني أن كل الأمر يتعلق بقدرتي ممثلي البلد على يعني إيصال الرسالة الحقيقية للبلد للتعبير عن واقع البلد وبالتالي أنا أعتقد بأن ذمة أشياء أو ذمة يعني أمور لا بد أن تكون موجودة حتى نعكس صورة ناصعة عن موريتاني أولا أن يكون هناك تنسيق حقيقي ويعني حوار وإجماع ما بين المجتمع المدني العامل في حق لحقوق الإنسان معناه أنه ينبغي أن يكون هناك تفاق على الأمور التي يمكن أن يحصل عليها التفاق وربما تكون هناك خلافات حول الجزئيات هذا من جهة من جهة أخرى أن يكون هناك تنسيق محكم بين مختلف الجهات الرسمية المسؤولة عن هذا الملف ذال إذن أن يكون هناك أن تكون هناك إرادة لعدم تغويل بعض المنظمات العاملة في حق لحقوق الإنسان صحيح أن لموريتانيا أعداؤها صحيح أنه توجد منظمات معادية لموريتانيا وهذه المنظمات بطبيعة الحرس مهما قامت في موريتانيا ثانيا من مجهود فإنها ستبحث دائما عن مواطن لانتقادها لكن ما هي أسباب هذا العداء لمبدئ المجهود لا الأسباب هذا العداء يعني هو 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 يعني هو له أسباب أولا إيديولوجية هذا البلد ذم تجهات تعاديه لأنه بلد مسلم هذا البلد ذم تجهات تعاديه لأنه بلد عربي ثم تجهات تعاديه لأنه بلد إفريقي البلد يتكلم عن العلاقة مع إسرائيل ماذا على سبيل المذال كل المنظمات المعادية لموريتانيا يعني كما عرفتها ويمكن أن أعطيك أسماءها واحدة والأخرى يعني هي منظمات لها علاقات مع الأوساط اليهودية مع الأوساط الإسرائيلي من جهة إذن لا ينبغي أن يقع الخلط بين هذه المنظمات والمنظمات العاملة في حق الحقوق الإنسان منذ زمن بعيد والتي تجعل من حقوق الإنسان تكاد أن تجعل منها عقيدة نحن هنا في أكثر الحالات يقع الخلط ما بين المنظمات المعادية حقا والمنظمات التي تعمل في حق الحقوق الإنسان والتي يمكن أن تتفاهم أوضاعنا في بعض جزئيات لكن بعيدا عن هذا هل فشلت موريتانيا في اختيار الشخص أو الأشخاص أصحاب الخطاب المقنع والناس التي تفهم عقلية هذه المنظمات وتفهم عقلية الغرب وتعرف طريقة التي تخاطبوا بها بدل أن تبعز لهم معاذ يعني ثلاثة رباعة هم شبه أمي أخي محمد أنا الشيء الوحيد الذي يعرفه أن من يتعاطون مع هذا الملف أو من ينبغي أن يتعاطوا مع هذا الملف لا بد أن تكون لهم مستويات ثقافية لكن لا بد أن تكون لهم مستويات ثقافية معينة لا بد أن يكون لهم إلماء بالرهانات التي مطروحة اليوم على المستوى الدولي في حق هل يملكوا من كلفوا بهذا الملف ما وصفته بالثقافة المعينة وإيمان في القضي لا أخي محمد لا أريد لا أريد أن أتحدد عن مستويات هؤلاء أنا الشيء الوحيد الذي يعرفه الشيء الوحيد الذي يعرفه أنه لا بد لمن يمثلون البلاد في هذه في هذه في هذه في هذه في هذه يعني هذا المجال هذا المجال لا بد أن يكون أصحاب مستويات لا بد أن يكون أصحاب مستويات هذا من جهة كذلك معناه تقريبا من لا يدري أن العالم الغربي مثلا في مجال الحقوق وفي مجال القيم الإنسانية يريد أن يغلب قيمه على قيم بقية العالم نحن مثلا في مجلس حقوق الإنسان الذي كنت نائبا لرئيسه لمدة سنة لما نقدم في المجموعة الإفريقية قرارا حول الحق في التنمية أو قرارا حول أو قرارات حول البند السابع فيما يتعلق بفلسطين معناه يرفض ترفض هذه ترفض هذه القرارات لكن أكرمك الله يعني يلاحقوننا حتى نوافق لهم على قرارات يعني لا تمتوا بسلة لا باحتياجاتنا ولا بقيمنا الأخلاقية والدينية وضع من لا يدركوا من لا يدركوا يعني هذا الجانب من ليست له ثقافة تجعله على دراية من هذه الرهانات يعني أعتقد طب ما الذي يمنح مثلا الدولة أو الرئيس المنتخب أن يعطي هذا الملف لمن استطاعوا أن يوصلوا عن موليتاني يعني كما يقولوا البعض يعني يعطوا عنه صورة سلبية صورة سلبية في مقابل من فشلوا في تقديم الصورة الحقيقية عن موليتاني لماذا لا يعطيهم مذلن يعطيهم الرئيس المنتخب هذا الملف يعطيه لبذلن لبرا ويعطيه لمن يرفع هذه المظلومية يشتغل عليه أنا أعتقد أنا أعتقد بأن الرئيس المنتخب ينبغي أن يعطي هذا الملف أولا لمن ينسجم وله القدرة على الانسجام مع توجهاته في هذا المجال هذا المجال من جية أخرى أن يعطي هذا الملف لمن له يعني المستوى الذي يخوله يخول له معالجة هذا الملف وأن يبعدوا عن الجبع الماضي بكل بساطة هل تعتقد عليها أن يبعدوا عن الجماعة الماضية التي كانت عندها لأنها فشلة تقريبا على كل حال أنا أعتقد بأن 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 ذمة يعني نواقص في هذا المجال وهذه النواقص ينبغي أن تعالج أن تمر معالجتها بتنحية زيدة وعمر أو جماعة كلها لا أعتقد المهم أنه ينبغي أن تتم معالجة البعض يتكلم عن التبهير النسبي بالنسبة للحراطين يعني ما تضير مثلا في أن يكون ضمن مجزراء سبعة حراطين أوذماني أخي محمد أنا أنا لدي موقف من هذه القضية من أصحاب الكفاءة والخبرة موجودين وأعتقد 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 بأن 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 يعني توجه أعتقد بأنه توجه غير سليم لإرساء وتشريع أو جعل على الأقل عرف المحاصصة في بلادنا على أن يعطى المكونة كذا كذا وأن تعطى المكونة كذا أنا شخصيا ضد هذه المقاربة ضد هذه المقاربة أنا مع أكسا لذلك أنا مع التمييز الإيجابي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تلحق مكونة معينة وفئة معينة ببقية الفئات الأخرى لكن على المستوى السياسي أنا ضد المحاصصة لسببين السبب الأول هو أنه لا نريد أن نكرس المحاصصة كعادة لماذا؟ لأن المحاصصة هي نوع من شرذمة البلاد نوع من الفرقة نوع من التقسيم من التقسيم المقنني هذا من جهة من جهة أخرى نعتقد بأن المحاصصة هي الطريق هي طريق الأكيد للرداء معناها عندما تقول هذا المنصب ينبغي أن يكون فيه شخص من مكونة كذا يمكن أن يحتل له الشخص الأكثر تأهي الأقل تأهي أعني الأقل تأهي للقيام لشغل هذا المنصب في حين نحن بلد نحتاج إلى كفاءات من أجل ترجمة وتطوير استراتيجياتنا الاقتصادية والاجتماعية استراتيجياتنا التنموية بصمة عامل وهذا بطبيعة الحال الشيء الذي يضاهيه هو المحسوبية أن تري هيئة معينة وتعطي لها مهمة وترسم لهذه الهيئة مهمة نبيلة ومهمة صائبة لكن في نهاية المطاف أن تعطي هذه الهيئة للشخص الأقل قدرة والأقل تأهي لأن يشغلها واضح لكن كيف تسمي كيف تسمي ما نعيشه اليوم ضمن هذه المفاهيم هل هو محاصصة هل هو محسوبية هل هو يعني نحن ما شاء الله اللي سمع كلامك يقول عن موريتانيا يعني الرجل المناسب في المكان المناسب والكفاءات معينة وكذا نحن نعيشه أرضاء من المحاصصة بكل صراحة أنا أعتقد أننا في مفترق طرق أنا أعتقد بأننا في مفترق طرق وأنا واثق من أن الرئيس المنتخب السيد محمد والشيخ محمد أحمد والغزواني يعيب كل الوعي بأن موريتانيا أول ما تحتاج له هي تحتاج لكل مواطن لكنها تحتاج لأكفاء مواطنها للمواطنة الأكثر كفاء لقيادة هذا البلد ولتنفيذي وترجمتي في الواقع السياسات والاستراتيجيات التنموية التي في نهاية المطاف ستأتي على كل هذه كل هذه كل هذه الفور وكل هذه كل هذه الوطعية أنا أعتقد بأن الطريقة الأمذل اليوم لسحب البساط من تحت كل المتطرفين وكل المتاجري بمآسي بعض المواطنين من هذه الفئة أو تلك أن سحب البساط من تحتهم هو يعني الشروع في تنفيذ سياسات واستراتيجيات اقتصادية واجتماعية تتكفل باحتياجات هذه الفئة فعندما يتم تنفيذ هذه السياسات فلن يكون هناك مجال لمثل هذه الخطابات لا تطابع الشرائح لا تطابع الفئة وبالتالي وبالتالي لن يكون هناك من يصغي إلى مثل هذه الخطابات وضع طب اليوم مثلا بدأ حوار يعني خجول بين لا يعني هل السلطة المنصرفة أو السلطة القادمة والمعارضة هل تعتقد أن مثلا الموريتانيا أننا مقبلون على قد نكون مقبلون على حكومة اتلافية وهل أنت مع هذا أولا أنا مع كل حوار يعني أنا أعتقد بأن للحوار قيمة كبيرة وللحوار أهمية كبيرة خاصة أننا ننتمي إلى وطن واحد أنه ينبغي أن يكون أن تكون يعني اهتمامنا هو تمية هذا البلد هو وحدة هذا البلد هي العدالة الاجتماعية في هذا البلد هو يعني الإنصاف في هذا البلد وبالتالي كل من موقعه يمكن أن يلعب دورا أساسيا في التقارب بين وجهات النظر وفي إطار حوار شامل بين كل الفعاليات السياسية وبالمناسبة أنا أعتقد بأن الرئيس المنتخب محمد الشيخ محمد أحمد والغزواني ترك هذا الباب مفتوحا على مسراعيه من خلال تعهداته في المجال السياسي عندما تعهد بمأسست الحوار من خلال خلق إطار للحوار بين الفاعلين السياسيين عندما تعهد بأنه سيلتقي زعيم المعارضة بشكل دوري عندما تعهد بأنه سيتشاور مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان حول القضايا الأساسية والقضايا الستراتيجية التي تهم البلاد يعني هذا هذا هو الحوار الآن بعضه ينص عليه دستور التشاور مع زعيم المعارضة ولكن يعني ما يشغل فيه حد التشاور لكن هو يريد أن هو يريد أن ينشغل بهذا وعلينا أن نصدقه ما ماذا ماذا أجبره على هذا يعني يعني هو أقر بأنه سيلتقي زعيم المعارضة بشكل دوري وضع قال بأنه سيقوم بتفعيل وضع المؤسسات السياسية البعض يتخوف من أن يكون الرئيس المنتخب يعني لا يملك يعني تلك القوة والحزم الذي يمكن من تحقيق تعهداته أنا أعتقد بالعكس يخافون عليه من تأذيرات البعض اللي قد تجبر على يعني نسيان جزء منها أنت هل أنت واذق من قوة الرجل وقدرة على تحقيق ما وعد به أنا واذق من قوة الرجل وواذق خاصة من قوة التزامه واضح طب الحكومة القادمة الشيخ عبدالزحاف سفير وزير الشيخ عحمد تحت تصرف الرئيس المنتخب واضح مشاهدي الكرام انتهى وقت البرنامج المخرج يشيري إلى انتهاء الوقت باسمكم أشكره ضيفي الأستاذ الشيخ عبدالزحاف الوزير والسفير السابق على مشاركته وحضوره معنا كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة